درس اليوم راح اوريكم شلو راح تسوون لعبة الاكس او اللي هم الأجانب يسمونه تيك تاك تو فيالله خلينا نبدأ في درس اليوم راح اوريكم شلو ستسوون لعبة الاكس او احنا نسميها اكس او الحلو في هذا المشروع انه يعني اهو خلص كروشي فبدال له ورقة وغلم وتكتبونه وتقطون اوراق بلا 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 شدي فهذا احسن يعني يساعد البيئة وتقدروا تودونه اي مكان معاكم طبعا طريقتها وايد سهلة بس شوي يبيلها مزاج الدوائر انا مستخدمها اللي هو البلاستيك البلاستيك رينج اللي هو الحلقات الدائرية فيلا خلينا نبدأ في اول خطوة راح ناخد حرقة البلاستيك ومثل ما تعودنا راح نبدأ الحين نمشي دور مدار الدائرة نفس الطريقة اللي تعودنا عليها راح ناخذ الابرة ندخل مرة داخل الدائرة نسحب الخيط ومرة بره الدائرة ونسحب الخيط راح نكرر هالطريقة لما نمشي دور مدار الدائرة بحيث ان كل قطعة البلاستيك تكون تغطط بعد ما نغطي كل الدائرة طبعا راح ندخل داخل الغرزة وراح نسكر الشغل وبعدها راح نقطع الخيط راح نكرر هالطريقة على اربع حلقات فمجموعهم خمس حلقات والحين راح نبدأ نسوي الاكس طريقة الاكس وايد سهلة وبسيطة اللي راح نسوي هدعش سلسلة واحد اتنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد عشر وبعدها راح نمشي سطر كامل غرزة سنجل طبعا نحطوا بباركم ان كل واحدة حسب ايها شنو الابرة والخيطة اللي موجودين عندها انا مستخدمة مقاس ثلاثة ونص اذا كان امتن فمعناته راح يكون اكثر عندكم وهو بس عبارة عن هدعش سلسلة واول سطر غرزة سنجل فهذه هي الطريقة وراح اكمل بهالطريقة لما اخر السطر غرزة سنجل وبعد ما اخلص السطر راح اكتع الخيط وراح اكرر هالطريقة لما نكون عندي ثمان حبار راح ننظف الاطراف حك الاشكال وراح ننظف الاطراف حك الدوائر لما الينا بنشتغل على تنظيف اطراف حرف الاكس نشوف اذا عندنا في طرف اطول من الثاني فانا بالنسبة لي هذا الاطول فهذا راح اخليه والباج الاطراف كلها راح انظفها بعد ما اخلص انا اضف باقي الاطراف اللي هو بس باقي هني الطرف وحطهم فوق بعض بحيث ان يكونون حرف الاكس طبعا انتبه ان يكون الاتجاه صح طبعا لا ننسى اندخل الابرة الخيط بالابرة وبعدها راح ناخذ هني جدي بها الطريقة وراح ندخل بها الطريقة داخل والحين راح امشي امشي راح امشي واي الابرة راح امشي لما اصل لنص الشغل فلاحظوا شان قاعد ادخل من الغطع حين وصلت لي المكان اللي انا ببدأ خيطة فراح ادخل داخل وراح اثبت الغطعتين ببعض وراح اكمل بنفس الطريقة حك طبعا كل الاجزاء طبعا اهوى يعني طريقة تثبيت عادية يعني ما في تكنيك او شي معين لا عادي ابرو خيط وقاعد نثبت الغطعتين ببعض وقاعد نثبت وبعد ما اخلص اثبت طبعا راح اقطع الخيط الحين عندنا خيارين ياما نخليهم تبيل حرف الاكس او اذا حابين ممكن انكم تشتغلون دور مدار القطعة بسنجل كروشي او سلب حسب انت شنو حابين انا حخليهم كذي عادي ما فيهم شي بعدها راح نشتغل على القطعة الاساسية اللي راح نلعب عليها اللعبة طريقتها وعيد تهلة بسيطة فراح تتوون 31 سلسلة وراح تشتغلان بالاصطر ما راح احدد عدد لان كل واحدة حسب شدها بس شان تعرفون انكم مصطة والعدد الصح لما انتم صفطون القطعة راح تكون تبي بالنص فلازم تكون قطعة مربعة هذا اهم شي بالنسبة لي لما انتم تأخذون القطعة وتحطون عليه لازم يكفي ثلاث دوائر او ثلاث اكسات انا دايما افضل استخدم الدوائر لان اهم وحدة غياسهم شوي ثابتة اكثر من الاكس فمثل ما انتم شايفين كافة ثلاث دوائر فلما اشتغل بالسلاسل اتأكد ان العدد صح طبعا بعد ما تخلصون تسوون المربع او تتأكدون ان اهو شكل مربع فعلا مو مستطيل راح نبدأ نشتغل على تحديد برواز على اساس تشوفون شران هذا الشريك عادي يلفلي فوق هذه الحركة ما ابيها فالله خلنشتغل ويا بعض على تحديد برواز انا اخترت اللون الاحمر هو نفس اللون لشكل الاكس تقدرون انتو تختارون اي لون وممكن ان يكون نفس اللون اللي انتو اساسا اشتغلتو فيه حق حق القاعدة فاللي راح اسوي راح ادخل داخل الغرزة من اي زايا من الزوايا وراح ابدأ اسوي طبعا حين انا شبكت فما احسبها كغرزة والحين راح اسوي غرزة سنجل غرزة ثانية سنجل بعدها راح اسوي ثلاث سلاسل واحد اثنينة ثلاثة وبعدها راح ايهني اشتغل مرة ثانية غرزة سنجل المفضل يكون عندكم هذا الشكل هني هالفتحة بالزاوية اذا تحسون ان الفتحة صغيرة وحابين تكبرونها ممكن تساوي اربع عادي يعني اربع سلاسل كل واحدة حسب ايها شنو حابة وراح اكمل اشتغل بهالطريقة فراح اشتغل غرزة سنجل في كل غرزة لما ننصل حق الطرف الثاني ونفس الطريقة بالطرف الثاني راح اسوي غرزتين سنجل اللي هو حشو وبعدها راح اسوي ثلاث سلاسل او اربعة حسب انت شنو قررتو وبعدها راح تسومون غرزة سنجل وتمشون للطرف اليوراء راح نكرر هالخطوة على الاربع اضراف وبعد ما نوصل حق نقطة البداية راح نكون خلصنا كل الشغل فالحين انا راح اكمل وحوريكم شان صار شكلها بعد ما اخلص فمثل ما انتم شايفين الحين اشتغلت على كل الاطراف فيهم السلاسل وطبعا بينهم كل برزة سنجل والحين راح نبدأ نشتغل على تقسيمهم فالليا راح نسوي تقدروني اما تغيسونا بالمصدرة او انكم انت تحطون الحلقات بعدها راح اخذ الخيط الاسود ورح امشي بهالطريقة ورح امشي اب طبعا بالعرض كلها ابرة التنظيف العادية فطبعا انا حدد ان انا ابي امشي على هذا السطر وبعدها راح اخذ الابرة نفسها ابرة الخياطة ورح ابدأ اشتغل طبعا شلون طريقة الشغل تشوفوا لاحظوا ان انا طبعا في مكان مع قطعة الخيط فراح اوقف هني وبعدها راح ابدأ امشي تقدرون انتمشون غرزة غرزة او غرزتين حسب انتو شونا حابين انا الحين بس ابي اثبت وراح اكمل امشي شوي اكثر خلي اشي لهذا بس اشراس ما يخربطني وطبعا لان احنا اشتغلنا غرزة سنجل فواضح وين مكانة فلاحظوا هني وبعدها راح امشي ومرة ثاني راح ادخل فيهم وادخل في الغرزتين اللي بعدهم وبهالطريقة فلاحظوا انكم انتو لما تدخلون داخل الغرزة راح يكون وايد مرتب بحيث ان انا لما اي اشوفها من ورا راح يكون يعني خفيف مبين اني شوي اقمج من الباجي بس مو ان شي طالع او ممرتب وراح اكمل بهالطريقة لمن اخر السطر خطوط الطول طبعا طريقتها مختلفة عن خطوط العرض راح يكون شوي متقطع بس انه اسهل لنا بالخياطة لان لما تجربون نفسها الطريقة حق خطوط الطول راح ترقون نفسكم ما يمشي بخط مستقيم فطبعا بعد ما تروحون وتحددون المكان اللي انتو حابين ان يكون اهوى بداية الخط المستقيم تأكدون ان اهوى طبعا هذا راح قصة بعدين بس تأكدون ان اهوى يبدأ بتقريبا نفس المكان يعني ما تكون انزل او اسعد لا يكون تقريبا يعني نفس المكان خانجونه هني وبعدها راح ااخذ اول شي طبعا راح اثبت راح اخذ الابرة وحطها بهالشكل هاسحب الخيط لما يبقى لده شويه هني ورح اثبتها بعد ما اثبتها خلاص اثبتت اقدر اني اشيرها القطع ودائما امشي بخط مستقيم شان طريقة الخط المستقيم تشوفون هالغرستين هني راح ترقون انهم موجودين في كل سطر ففي كل سطر تشذي بهالطريقة هين هذا اللي وراه وباس راح تمشون على هذي الخطين يعني باس راح امرر الخيط بهالطريقة وراح اكمل على نفس السطر يعني لما تكون تبون تخيطون دائما تأكدوا انكم نفس المستوى لا تروحون يمين او يسار لما توصون اخر السطر بعد ما خلصت وصل طبعا فبتت هني دخلت بعض مرة لفيت ودخلت عليه وطبعا بعدها راح اقطع الخيط راح نبدأ ان نسوي حبل بس عساس اللعبة كلها ما تضيع فالي راح اسوي انا اخترت اللون الاسود تغير لان هذا اللون احمر فبغيت لون ثاني ان يكون موجود تقدرون انكم ما تشبون هالخطوة تقدرون بس تحطون اي خط عادي بس انا احبا ان يكون في غرزة سلاسل وراح اشتغل سلاسل بحيث ان اقدر افرد اللعبة بالسلسلة تمشي دور مدار القطعة فراح اكمل اشتغل السلاسل فمثلا لاحظوا الحين هني باقيلي بعد اشتغل فراح اكمل ازيد السلاسل لما اقدر اللفة كام لدور مدار القطعة فمثل ما انتم شايفين السلسلة تمشي دور مدار القطعة بالراحة ممكن شوي ما ادري ازيدها شوي رح ازيدها بس على اساس انها تكون اشتغل سلسلتكم مرتاحة امشي سلسلتكم مرتاحة فاهم شي بس اساس يكون يعني الغطعماتكم مشدودة بعدها عندكم خيارين يا اما تخلونا وتقطعون الخط او اذا حابين تقدرون انكم تشبكونا انا بالنسبة لي بس اخلي بهالطريقة و تقريبا حاولت اخلي و حاولت اخلي هالطرفين ابيهم يكونون تقريبا نفس الطول فواحدة شوي اطول والحين رح ااخذ الابرة و راح ادخلها في الفتحات اللي موجودين هني طبعا جيها واحدة بس رح تدخلونا والثاني رح تخلونا بمكانه فا ادخلت هني ادخلت هني شوي رح اسحب بعدها رح ادخلها بالطرف اللي هني والطرف اللي هني وبعدها خلاص الحين انتو تقدرون تلعبون باللعبة طبعا اذا كنتو ممسكرينة يعني مو شادين هالقطع هني تشبكونهم ببعض خلاص يعني رح يكون تنزق ببعض طبعا لما انتو تلعبون رح تفرشونا مثل ما انتو شايفين و رح تبدؤون تلعبون اللعبة كل واحد ياخذ واحد يصير اكس واحد يصير او فيعني انتو تحددون وبعد ما تخلصون رح تاخذون هالقطعه و رح تشبكونها بهالطريقة وهذه ايه طريقة لعبة الاكس او طبعا تقدرون انكم تسوون وردة او انكم بس تدفونها بهالطريقة و يعني حلو وهذا هو درس اليوم ان شاء الله اعجبكم فيديو اليوم لايك و سبسكرايب و شير اشكر متابعتكم مع السلامة